أصدرت الحكومة الروسية قراراً يكفل للمواطنين ممن يتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية في إطار التعبئة الجزئية في البلاد وظائفهم وحقهم في العودة إلى شغلها بعد تسريحهم وجاء في قرار الحكومة أن المواطنين الذين سيتم استدعاؤهم للتعبئة سيتمكنون من الاحتفاظ بسريان عقود عملهم والعودة إلى وظائفهم لشغلها على نفس الحقوق بعد تسريحهم وضفت أنه تم إدخال التعديلات اللازمة على تشريعات العمل ووقع رئيس الوزراء على هذا القرار